لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد يوم الثلاثين رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية تصدر بيان آخر تقول امتثالا لتوصيات الفريق الطبي يواصل رئاسة الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فطرة النقاها بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا ويطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله أعاد نفس الكلام اللي قالوه يوم ثمانية وعشرين هذا البيان لغة الخشب الحقيقية امتثالا لتوصيات الفريق الطبي يواصل ماذا يواصل رئيس الجمهورية ما تبقى من فطرة النقاها أين؟ أين هو رئيس الجمهورية؟ بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا إلى أين ذهب؟ هل ذهب إلى إقامة خاصة؟ قولوا في إقامته الخاصة في ألمانيا أو إلى أين؟ أو إلى مستشفى آخر إلى أين؟ النقطة المهمة أنه من خلال التجارب التي حدثت أن رئيس الجمهورية لهذه الإصابة التي أصيبها وأعرف ناس أصيبوا بنفس الطريقة تقريبا وإن كانوا أقل حدة مما هو عليه الرئيس عبد المجيد تبون لما غادروا المستشفى هناك الذين عادوا إلى نفس المستشفيات هناك الذين ذهبوا إلى أخرى من أجل إعادة التأهيل العضلي وإعادة التأهيل التنفس معناها أن الرئيس لما خرج من المستشفى إن صحت المعلومة لأن من ثبت عليه الكذب لا يمكن أن نصدقه بصفة رسمية لا يمكن أن نصدقه إذن أن الرئيس إن صحت هذه المعلومة التي أوردتها رئاسة الجمهورية معناها الرئيس الآن رأو في إعادة التأهيل العضلي والتأهيل الصحي لأن وجوده في أولاً بالنسبة للعضلي أكثر من شهر وهو في غرفة الإنعاش بالتنفس الصناعي لا يأكل ولا يشرب عنده غير السيروم رأى صار الجلد على العضل هذا إن صحت هذه المعلومة أما إن لم تصح فقط رئاسة الجمهورية تربح الوقت فقط تراوغ فقط لا تريد أن تعطي الحقيقة حتى يتم ترتيب مرحلة ما بعدها تبون هذا شيء آخر أنا شخصياً لا أستطيع أن أصدق ما يأتي من رئاسة الجمهورية ولا أستطيع أن أكذبها الشيء الوحيد الذي أنا متأكد منه أنه في المراحل السابقة هذه الرئاسة الجمهورية كذبت على الجزائريين وظللت الجزائريين فيما يخص صحة الرئيس ترى السؤال الذي يطرح هل سيعود رئيس الجمهورية طبعاً رئيس الجمهورية سيعود هذه كلام لغة الخشب لغة الخشب سيعود رئيس الجمهورية حياً أو ميتاً لكن الإشكالية كيف سيعود كيف هو الآن لماذا لم يتم إظهاره نكمل نقطة في البيان الذي صدر على رئيس الجمهورية ويطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء كيف طمئن الجزائريين هل عن طريق ابنه نفس الحكاية هل عن طريق الطاقم الطبي يقول وحسب الطاقم الطبي أو الفاريق الطبي أن الرئيس يتماثل للشفاء هو الفريق الطبي اللي يطمئن الجزائرين وليس الرئيس وليس الرئيس الرئيس مريض عندما يتحدث الفريق الطبي بأن الرئيس يتمثل في الشفاء يصدقه أيسيدي حتى لو كان لا ندري من المفروض أنه يتم الكشف عن التقرير الطبي الحقيقي مش هذا الكلام الفارغ ويطمئن السيد الرئيس كيف تبطئنكم؟ هالرئاس الجمهورية تواصلت معه تواصلت مع ابنه لماذا لم نسمع إلى حد اللحظة أي مسؤول جزائري زار الرئيس لما كان بوتفليقة في فالدوغراس جاءوا يحيا أسلال سافروا لي حتى القائد صالح بعد لما كان في فالدوغراس مش في فالدوغراس في لزان فاليد مشا عنده أظهروه واستقبلهم الزوج والصور تم تدوله بل أنه أنقلوا له حتى فرقة تلفزيونية صوراته وكان بلبس مش بصفة رسمية الرئيس بتفليقة لما كان في فالدوغراس قالوا في فالدوغراس ولما خرج لزان فاليد قالوا راح لزان فاليد لما كان في سويسرا يقولوا في العيادة الفلانية لما كان يجي هنا للجنوب فرنسا يقولوا راح للجنوب فرنسا العيادة متخصصة كذا 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 في المدينة كذا ويصوروا حتى السيارات الرئاسية وهم ينقلوه صوروا حتى الطائرة الرئاسية هي الموجودة في المطار أنتم أول حاجة مستشفى متخصص متخصص في ماذا لم يحدث اليوم خلافا لبعض المعلومات التي كشفت في البداية على المستشفى الذي يتواجد فيه رئيس الجمهورية آمر آخر أنه أنه عندما نقل خرج المستشفى إلى أين ذهب الرئيس أما عدم إظهاره لنسلم بصحة هذه المعلومات عدم إظهاره لأنه حالته هذا أكبر شيء يمكن أن يقال يعني أنه حالته الصحية سيئة جدا معناها أنه جلد على الله أعظم لا يقدروا شيء ظهروه لأنه قبل ظهروا بتفليقة في حالات سيئة تحولوا إلى مصخرة في الإعلام لذلك أرادوا أن لا يظهروا إلا بعد ما أن يتعافى شيء هذا إن أحصلنا الظن وصدقنا هذه الرواية أما إذا كانت احتمالات أخرى الله أعلم الله أعلم في هذه الحالة عدم إظهاره شيء آخر لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله